عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا يوم ضيفنا من الأخ سعيد بنجبني نخلي لك الأمر سعيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا سعيد أهلا وسهلا فيك حبيبنا سعيد سعيد طبعا كان المفروض حلقتنا تكون يوم الثلاثة بس مثل ما بتعرف أنا اعتذرت لك واعتذرت للأصدقاء بش سبب ألام أسناني ولازال الورم يعني واضح ما انتهى أعتذر مرة تانية إلك ولأصدقائنا طبعا يعني اليوم أكيد رح نكفي واليوم أنا كتير سعيد أنه الأخ سعيد عنده النت رائع ما في أي مشاكل ممكن نسمع بكل هدوء بكل أريحية وما يعزب المستمع يعني المتابعة أخي سعيد ياريت تلخصنا الحلقة الماضية بصراحة يعني أنا ذات نفسي تعبت بالمتابعة يعني ياريت تلخصنا الحلقة الماضية يعني على طريقتك تفضل أهلا وسهلا مرحبا بجميع المستمعين وشكرا لأستاذ جاك جاك ده اسمك ده صحيح لا جان 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 أستاذ جان شكرا كثير شكرا كثير فأنا سعيد لمشاطرة قصتي مع البقية المستمعين طبعا هي فقط مشاطرة قصة ممكن أن يكون فيها أشياء مختلفة ممكن أن يكون فيها أشياء متشابهة بس في كل قصة عبر رغم أنها تكون أحيانا متشابهة لكن في كل قصة عبر فرح أبدأ من مرحلة أنا قلت بدأت التديون يعني التديون الشعبي يعني عادي في الصغار ثم أنني بعد ذلك التحقت بيعني صرت يعني صرت يعني أتعلم من منهج السلفي عن طريق أستاذي الذي كان يدرسني ثم بعد ذلك بولجت إلى العدل والإحسان لكن بقيت سلفي طريقة تفكيري بقية سلفية في العدل والإحسان لمدة ثلاث أو أربع سنوات وذل منعني من أنني أخذ مراتب عالية في البداية في الجماعة لكن في الخمسة السنوات التالية الأخيرة حاولت أن ندمج في الجماعة والإندماج في الجماعة يعني أنك لازم تتنازل على بعض الأفكار ذات النهج السلفي لازم أحيانا يكون عندك فكرة لكن لازم تروح مع الجماعة فده كان عنوعي عادي يعني لازم تندمج كيف الناس أنا حاول يندمجه في أوروبا كيف يحاول يندمجه في أماكن أخرى وفي الوقت ده كانت عندي مسؤوليات في جماعة العدل والإحسان وفي الجامعة يعني في جميع مؤسسات جماعة العدل والإحسان لكن بعد دخولي للسجن وخروجي من السجن وصارت الجماعة صار الكينونة مع الجماعة صارت مملة يعني ما في شي جديد نفس الأفلام نشاهدها تقريبا كل يوم نفس الجلسات نفس الدروس نفس الأشخاص فغادرت الجماعة لأنه صارت مملة أنا ما استطيع أجلس في مجلس من أجل البركة إذا ما في فايدة ما في مشكل الناس كتير يحبوا يجلسوا في المجلس فقط من أجل البركة يعني عندهم وقت يضيعوه ويربحوا بركة بس أنا كنت لازم أخذ فايدة جديدة إذا ما في فايدة جديدة ما أروح للمجلس لكن ده غير مقبول في العدل والإحسان أنت لازم تروح لغسيل الدماغ حتى إذا كنت ما عندك فايدة لازم تروح ما تفوت ولو حلقة واحدة من حلقات غسيل الدماغ وإلا راح يبدأوا يتسألوا عنك فرحت من الجماعة فقط بدون مشاكل بدون نقد ورحت للشغلي فلما رحت أسست مقاولة صغيرة يعني شركة صغيرة لخدمات معلوميات أو نادي أنترنت ببساطة وفي الوقت ده صرت أكتب في الجلائد وفي المدونات وأسسنا جمعية المدوينين المغاربة واتحاد المدوينين العرب فأسسنا وصرنا نتكلم عن حقوق الإنسان فكانت مرحلة عشر سنين محاولة التوفيق بين الإسلام والعلم وحقوق الإنسان والمفاهيم الكونية للعدالة الاجتماعية والمفاهيم الكونية يعني الديمقراطية مثلا فصار في محاولة للتوفيق بين الإسلام وما بلغت إليه البشرية بالعقول والأفكار وهنا صار الابتعاد عنه جماعة العدل والإحسان لأنه صرت تكتشف أمور جديدة تخالف نجل عدل والإحسان مثلا موقف العدل والإحسان من المرأة موقف العدل والإحسان من الخلافة على منهج النبوة هم مصرين على الخلافة على منهج النبوة فأنا ما صار عندي ما عاد عندي رغبة في خلافة لأنه ما في تصور واحد للخلافة ما كانت في خلافة أصلا في أي وقت من الأزمن ما في تصور واحد للحكم كذلك موقفهم المرأة فما عاد عندي نفس الموقف من المرأة وأنها لازم تكون في البيت وأنها شقائق النساء وأنها يعني تساعد الرجل المرأة ستنظر إليها ككائن مستقيم مثلها مثل الرجل تماما كذلك حقوق المثليين حقوق الأقليات حقوق حرية التعبير المطلقة تقريبا فصار فيه تطور كتير لكن كنت تقريبا مثل عدنان إبراهيم نفس الأفكار تقريبا بس أنا كنت أنظر لها بطريقة علمية فأنتجت مفهوم يسمى الأنظمة الموازية يعني الأنظمة الموازية كيف مثلا في دولة إسرائيل الآن ممكن المسلم يتزوج أربع نساء والمحكمة الشرعية تزوجه أربع نساء ما فيه مشكلة فيه محاكم شرعية إسلامية في إسرائيل تزوج المسلم أربع نساء بس البوليس يقبضوه عند الباب ويرحوه للسجن لأنه خالف قانون الجنائي فهم يدخلوا في القانون الإسلامي بس ممكن يعتقلوه ويرحوه للسجن لأنه خالف قانون الجنائي الذي لا يسمح بالتعدد فإسرائيل حاولت توفق بين القوانين هذا ذل حاولت تعمل قوانين موازية بس في نفس الوقت ما نجحت فأنا كان تصوري أنه الحاول نديروا قوانين من أجل عيون المسلمين نعملوا قوانين موازية فهي الذي يحب أن يموت على شريعة الإسلام يتقسم إرثه على شريعة الإسلام ويحب أن يتقسم إرثه بالتساوي بين أبناء وبناتهم ويقسم إرثه بالتساوي بين أبناء وبناتهم يحب أن يذهب للمسجد ويذهب أن يذهب للخمارة لأنه يętب في تزوج على الطريقة الإسلامية أهلاً وسهلاً حاولت أطور هذا المفهوم من داخل المنظومة الإسلامية يعني لأنه مثلاً الرسول لما كان في المدينة كانوا اليهود يدينون بدينهم كان يحاكم اليهود إلى قوانينهم ويحاكم المسلمين إلى قوانينهم والكفار كانت عندهم قوانينهم فمحمد قبل أن ينتصر انتصار الكاسح الأخير كانت فيه نوع من الأنظمة الموازية فيه فأنا حاولت أقول بأن حاولت أنضر هذا المفهوم ومشيت فيه كثير ولكن حتى ينجح هذا المفهوم كان لازم ننقص كثير مما هو قطعيات مما يعتبره المسلمون قطعيات مثلاً مما يعتبره المسلمون قطعيات أو معلوم من الدين بالضرورة قطع يد الصارق الحدود فكان لازم نلقى تخريجها للحدود ما يمكن أن نطبقوا الحدود في هذا العثر حتى إذا سمحنا بنظمة الموازية لأنها نظمة همج palliser ما يمكن أن نسمح بعودة العبودية ما يمكن أن نسمح بعودة العبودية حتى إذا أردنا اطبيخ الخارغة حتى إذا سمحتنا بتطبيق شارعة الإسلامية ما يمكن أن نسمح مثلاً بزواج تأحدى الزواجات بدون قيود أو شروط ما يمكن أن نسمح بزواج متلاً Coc submit حتى إذا أعطينا المسلمين إمكانية التطبيق الشارعة فلازم تكون قيود ما يمكن يتجاوزوها يعني لازم نقبل بإسلام معين إسلام مثلا إسلام عمرو خالد لا لا إسلام عمرو خالد سيئ ممكن نقبل مثلا إسلام عدنان إبراهيم حتى نو سيئ أيضا ممكن نقبل إسلام طارق رامربان نحاول نحاول يعني إسلام ما فيها قطع الرقاب على الردة إسلام ما فيه قطع اليد على السارقة بس دعسلك أسألك سعيد أنت وعم تفكر بهل الإسلام الموازي ولا الأضلاح المتوازي كيف كنت شعر يعني كنت شعر أنه في شيء نقص في شيء غلط أنا عم بحاول أبرر لنفسي أو شيء من القبيل لا أبدا أنا كنت أعتقد أن القرآن من كلام الله كنت مو من تمام الإيمان بس كنت أعتقد أن الإسلام والعقل ما إن صدمه ممكن التوفيق بين الإسلام والعقل إذا كان كلام الله فهو نزل لقوم غير هذا القوم فما ممكن كلام الله يكون يهتم بالأمور التفصيلية اللي كانت عند قريش فما ممكن لما يقول الله والبيغالة والحميلة اللي تركبها فهذا ما هو مقتصر على البيغالة والحميلة ممكن أن نعمه على الطيارة والصيارة والحافلة فهو كان كلام يعني أعتقد أنه كلام الله كنت أعتقد أنه كلام الله بس فيه طريقة لأقلمته مع الزمن وكلام الرسول أيضا كان الرسول ما كان قوصولي ما كان قانوني كان شخص أمي فلما يقول مثلا لما يعطي رأيه أحيانا فهو يعطي رأيه فقط كإنسان لأن الرسول أخطأ في أمور كثيرة أعطى رأيه فيها وصوق أبوله الصحابة ومن بعد اعترف بأنه كان مخطئ أنتم أعلموا بأمر دنياكم لما قالوا له لا أنتم أعلموا بأمر دنياكم أو مثلا الرسول لما علي بن أبي طالب حب يتزوج بنت أبي جهل مع فاطمة كضرة فقالهم لا والله لا يتزوج بنت أبي رسول الله إن أراد ابن أبي جهل أن يتزوج فاطمة أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق بنته إن الرسول يخالف الدين هنا الرسول يخالف الدين الذي جاء به لماذا؟ لأنه لا يتصرف كرسول لأنه يتصرف كأب فهو هون رمى جبة الرسول وتصرف كأب في أمور أخرى رمى جبة الرسول وتصرف كزوج يعني زوج لازم يمارس الوصاية على زوجته أو زوج لازم يقنع زوجته بطرق ملتوية أو زوج لازم في طرق أخرى تصرف كزعيم قبيلة في طرق أخرى تصرف كقائد سياسي لا تستعملوا سهام الروم ليه لا تستعملوا سهام الروم لأن الاقتصاد راح يتحطم اقتصاد قريش قائم على بيع السيوف والسهام فإذا استعملوا في خروبهم سيوف الروم وسهامها فالاقتصاد راح يتدمر أمريكا ما تشتري السلاح من ألمانيا أمريكا تصنع سلاحها ألمانيا ما تشتري سلاح من فرنسا ألمانيا تستعمل سلاحها فكذلك الرسول يتصرف كرئيس قبيلة ما راح يشتريه ما راح يسمح لهم بشلاء هو لا يحرم شكل السيف الرومي أو شكل الرمح الرومي لا هو عنده غير على هو هدف حماية الاقتصاد القراشي أو اقتصاد الجزيرة العربية فكنت أحاول أجد توفيق لهذه الأمور يعني أحاول توسيع مساحة الإجتهاد وكما قلت عندي فيها أشكال أشياء جديدة ما شفتها من قبل عندي أي واحد يعني حاولت أصل إلى خلاصات بنفسي أستخرجها من القرآن وأستخرجها من السنة خلال دراستي للقرآن والسنة وأستخرجها بنفسي وبحت طويل جدا بس حصلت صدمة فيما بعد الصدمة كانت لما حاولت لما درست التاريخ وحاولت إيجاد برهان تاريخي على صحة القرآن فقط برهان واحد فقط قصة واحدة فقط قصة واحدة كانت كافة لي لإعجاز العالم فقط قصة واحدة معقول يعني سعيد وبصراحة يعني أنت مفاجأتني يعني هل من المعقول يعني أطباء وعلماء ودكاترا كلهم يثبتون ألاف البراهين أنه القرآن صحه فيه وعلمه فيه كل شيء أنت لم تجد ولا دليل واحد بحر حليل كثير أنا أنا إماعي وهذا تدربت عليه من طرف المسلمين أنفسهم خصوصا السلفية السلفيين يشجعون عن البحث عن الدليل بالعقل ويقولون لا يجوز التقليد في الإيمان فأنت لازم تكون مؤمن بنفسك وتجد الدليل بنفسك خصوصا إذا كنت قادر على الإجتهاد أما إذا كنت مقلد ولا تستطيع قراءة ولا تستطيع البحث فأنت معذور لكن إذا استطاعتك لازم عليك واجب أكيد عليك أنك تبحث فأنا كنت أبحث أنا ما راح أصدق الدكتور الدكتور موريس أو ما أعرف ما يسميه طبيب العائلة الملكية ده مجرد كذاب دجال ببساطة يعني لما تبحث تجد أنه مجرد دجال كل أكاديب دكتور آخرين كلهم كذبين ما في أي دليل فأنا رغم أنني كنت مسلم وغير على الإسلام ما صدقت أدلتهم كانت ضعيفة جدا فرحت أمحث بنفسي الأدلة الأقوى يعني أدلة اللي كان ما ممكن ما ممكن يكذبها أي حد في العالم إذا وجدتها لأن العلماء لما تعطيهم دليل ما يكذبون ما هم مثل المسلمين يبدأون بالتلاعب بالكلام ويبدأون بالتلاعب العلماء ما يفعلون ذه إذا دليل إذا في دليل في دليل وانتهى الأمر فإذا أنا كنت أحاول أبحث عن سفينة نوح إثبات قصة دو القرنين وإثبات قصة سليمان واحدة من دول دو قصة كبيرة جدا وقصة موسى أيضا لأن قصة موسى فيها أمور كثيرة ممكن إثباتها مثلا مثل مرحلة الخروج مرحلة الخروج ممكن تخلي آثار بس لي ما ممكن ما ممكن أبدا تحدث بدون أن تخلف آثار ثلاث قصص كانت قوية جدا هي قصة نوح قصة سليمان وقصة دو القرنين طبعا في قصة أخرى لكن ما عندها أصول أصلا يعني ما فيها أي آثار حاولت البحث فيها لكن ما فيها أي نقطة بداية رأس الخيط نسميه بالمغربية ما ممكن تلقى رأس الخيط من تبدأ مثل قصة عاد قصة تموت قصة قوم لوت قصة دليل ما عندك نقطة بداية بس قصة نوح قصة سليمان قصة دو القرنين ممكن تلقى فيها نقطة بداية وفي الأخير ممكن تتقدم للقصة أو تصدقها فارحت أبحث في القصص دي فكانت صدمة في البداية لم تكن صدمة كان فرح في البداية لأنني درنت أنني اكتشفت لما درست التاريخ المصري درنت أنني اكتشفت نقطة تلاقي لأن قصة سليمان تكاد تنطبق على قصة أخناتون أو قصة داود تكاد تنطبق على قصة أبو أخناتون أو أخناتون نفسه المهم أخناتون وابنه فيه تشابه كثير بين قصة أخناتون وابنه وقصة سليمان تشابه كثير جدا حتى أن المعبد الوحيد الموجود الآن في العالم هو معبد أخناتون ما في معابد أخرى تشبه معبد سليمان أكثر من معبد أخناتون في مصر حتى الكرسي كرسي سليمان اللي تكلم عنه كرسي ده وجدوه في مقبرة أخناتون ابن توت عن خامون يعني فيه تشابه كثير جدا بين القصص حتى ما يسمى بتابوت العهد فيه نسخة طبق الأصل موجودة الآن في ممتلكات توت عن خامون فضننت أن الأمر فيه ممكن فيه والأسينيين اللي كانوا في القدس الأسينيين اللي كانوا نواحي القدس هناك رابط قوي بينهم وبين أخناتون يعني نظرية نظرية قوية أنا أعتبرها نظرية قوية بيننا على الدراسات الخاصة دي ربما العلماء يعتبرها نظرية ضعيفة بس أنا أعتبرها نظرية قوية تربط أخناتون بالأسينيين والموضوع ده يحتاج بحث لأنه ما عندنا ما عندنا وسائل كثيرة ولأن اليهود الآن هم مسيطرين على التاريخ لا أقول اليهود بس الترات اليهودي أو النظرية الإسرائيلي النظرية للدين اليهودي مسيطرة على التاريخ في العالم حتى أنهم يسميوا قسم الإنسان إلى سامي وحامي والنظرية دي دي كلها نظرية مأخوة من الترات اليهودي ومسيطرة جداً بس أنا اكتشفت بنفسي أن اليهود غاطين في تاريخ موسى بمئة وخمسين سنة موسى كان أنا وجدت ما فيه فراعين كثير فيه فرعون واحد شبرعون فرعون برعون حسب الروايات هو شخص واحد عاش في الف وخمسمائة وخمسين مباشرة قبل خروج هكسوس من ميسا الف وخمسمائة وخمسين أو الف وخمسمائة وستين قبل الميلاد بس اليهود يدعون أن موسى كان في الف واربعمائة بناء على حسابات تاريخية اليهود عندهم أخطاء كثيرة في الحسابات التاريخية فهم أيضاً إذا كانوا غاطين في موسى وهو السيد أنبياءهم بمئة وخمسين سنة فعلى الأقل يكونوا غاطين في سليمان وداود بمئتين أو مئة سنة على الأقل في كل واحد فيهم واليهود ما وجدوا أي شيء هم مثل المسلمين أيضاً مثل المسلمين يحاولون ترفيق الأدلة بس دائماً ينفقون دليل ويتوقفون يعني ما يجدوا دليل ثاني لأنك ممكن تلفق دليل واحد ممكن تلفق اثنين إذا كنت شاطر بس ثلاثة كثيرة عليك يعني صعيب تلفق أدلة في التاريخ صعيب تلفق أدلة كثيرة فاليهود الآن حاولوا يأسوا الرواية أنا متابعة كنت متابعة للمجللات المتخصصة في العلم العثار اليهودي عندهم علاقة بالإنجيل واليهود والعهد القادم والعهد الجديد دائماً أجد تلفيق استمر في البحث في القصة وبعد سنة أو بعد ستة شهور أجد القصة ماتت وكأنهم يخلقوا بيها البوز الإعلامي وانتهى الأمر فما في دليل قوي انصدمت حاولت أوفق لما حاولت أوفق كما حكيت لك من قبل ما نمت لمدة تقريباً سبعة أيام لأنه كانت درجة كبيرة جداً من الوعي درجة وعي كبيرة فوق الوعي البشري العادي وده خلاني نكتشف أن نفترض فرضيات كثيرة فرضيات تؤسس لنظريات الفرضيات كانت كثيرة جداً وما كان ممكن تحقق منها سبعة أيام أو يوم واحد أو كان لازم تكتبها وترجع وتتحقق منها بالوحدة 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 فحطيت الفرضيات دي بعد أسبوع كانت كنت مضطر أتناول الدواء حتى أنام لأنه ما نمت وصرت عرفت أنني إذا استمرت على الحال ده راح أصير في داهية فلازم أتوقف لما توقفت بالدواء وقمت توقفت عن البحث في الموضوع قليلاً فقط حتى استعيد لأنه دائماً أؤمن أنا بمسألة الوقت مهم في تطوير الأفكار لأن دماغنا يعمل بالبيولوجيا يعمل بمفاهيم بيولوجيا وليس مفاهيم إلكترونية مثل الحاسوب ممكن تغير كل شيء ممكن تفرمت في ساعة لا الدماغ البشري لا ممكن تفرمته في ساعة لا ممكن تلقيه في ساعة لازم وقت طويل حتى تموت الخلايا القديمة وتنمو خلايا جديدة الخلايا الجديدة تستوعب أفكار جديدة أنت لا ممكن تغرس أفكار جديدة في خلايا مليئة بالأفكار القديمة إذا لذا أنا أعتقد أن أي واحد يمر من الإيمان إلى الشك أو من الشك إلى الإيمان إذا كان مرور سريع فأكيد مرور من درجة حمق كامل لأنه يعيش تناقض بين الأفكار تنتاعه تناقض كبير أنت عندك فكرة هلا مغروسة لازم كل صباح تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشر والفكرة الأخرى هنا تقول ما في إله مثلا أو الإله والفكرة هنا تقول الشمس تغربه في عين حميئة أو فكرة أخرى تقول لك فهمت؟ أعطيت فقط أمثلة أفكار متراقدة جدا تعيش في نفس الدماغ ما تقول ليش أنتش أحمق أنت أكيد أحمق لكل تأكيد أخي سعيدة أنا أضم صوتي لصوتك بصراحة يعني مستحيل أن الإنسان ينتقل من مرحلة لمرحلة فجأة إلا لازم يمر بمراحل طويلة وخصوصا مسألة الإيمان يعني مسألة الإيمان شغلة كتير كبيرة نبينا سامي الذيب قال يعني هلا كان زوجتي عم تقول لي في حي بالسويد كله مسلمين فبنات الصوماليين بعمر الروضة عمر ثلاثة سنين وأربعة سنين لابسوا هالخمار هذا فالبرمجة يعني هاي لا تكبر يصير عمر عشرين سنة بأكيد الخمار رح يكون جزء من شخصية تمام ما بتقدر بيوم يومين ثلاثة وعشرة وعشرين تتخلى عنها ممكن إحنا للأسف ده هو الموضوع اللي أنا حاول أشتغل عليه في المستقبل كيف دماغ البشري يتأقل مع البيئة أو كيف ينفاعل مع البيئة يعني خصوصا في مسألة الأديان والمعتقدات يعني أكيد فيه مواضيع بس كيف المواضيع دي نربطها بالأمور دينية والمعتقدات العلماء الآن ما يحبوا يركزوا على الأديان ومعتقدات في دراساتهم ليه؟ لأنهم يعتقدوا ده الآلين احترام جميع الأديان وده وده شخصي اختيارات شخصية وده بس لما الإنسان يتم إقناعه لأنك إذا دمحت إنسان آخر راح تروح للجنة ده خطير جدا لما الإنسان يكون مقتنع تمام الإقتناع أنه إذا كلما فجر أكثر عدد من الناس الذين ليسوا على دينه كلما كان أقرب إلى رسول الله أو إلى الله أو إلى شيء كلما كان أفضل يعني ده ده مرض خطير ده هو الاسم ما هي مشكلة الزمبي؟ نحن نرى الزمبي في الأفلان ما هي مشكلتهم؟ ما هم إنسان بشر ما هي مشكلتهم؟ مشكلتهم أنهم ما عادوا يفكروا بطريقة سريمة وانتهى الموضوع ما عادوا يعرفوا أن اللحب البشري لا يؤكل ما عادوا يفهموا أنه لازم تحترم إذا شخص مار من هنا مر من هنا مثلا يعني ما عاد عندهم التفكير البصير ما عادوا يعرفين أنفسهم من هم المسلم ما يعود عنده شعور شخصيته المسلم يعود يعتبر نفسه عبد من عباد الله ما هو شخص ما عنده إرادة وأنه رهينة إنت رهينة وإنت رهينة الله والله حبي روحك للجنة يروحك حبي روحك للنار للنار أي رب وحك للنار مهما فعلت في حياتك فقط حاول أن تكون مطيع لله مين ده أسلوب مين ده أسلوب المختطفين المختطف يتلاعب بمشاعر الرهينة ويحاول أن يجعلها يعني غير غير واتقة من نفسها يدخل الحيرة إلى فإحنا ممكن نقتلك ممكن نحييك وده مراجع بناء على تصرفاتك بس ممكن رغم أن تصرفاتك حلوة ممكن نقتلك يعني يتلاعب بالإنسان إلى أقصى درجة الله ممكن يسايفتك الجنة ممكن يسايفتك للنار بناء على عملك بس ممكن يكون عملك كويس ويسايفتك للنار بالضبط وصف رائع أخي سعيد وصف رائع يعني مخطف يعني الإنسان يصبح مريض نفسيا التدين هو مرض نفسي بس ومرض نفسي نعم ومرض نفسي خطير إيه مثلا أنا ما عندي مشكل مع صوفيا أنا كنت في جماعة صوفيا العدو الإحسان جماعة صوفيا وجماعة سياسية في نفس الوقت فأنا ما عندي مشكل معهم في الشق الصوفي ديت يعبدوا الحجارة؟ ما في مشكل يعبدوا عبد السلام ياسين ويعتقدوا أنه أفضل من رسول الله؟ ما في مشكل يعتقدوا أن عبد السلام ياسين يطير بدون أجنيخة؟ ما في مشكل من حقهم في ناس يعتقدوا في ناس يعتقدوا بابا نوالي جول الأرض في ليلة واحدة؟ ما في مشكل إذا عبد السلام ياسين كان يسعد للسماء؟ ما في مشكل إذا كانوا يعتقدوا أن أنفسهم أن أنفسهم إياه العدو قلادود ما في مشكل حب يعتقده بوجود شيطان هو الذي يفتعل المشاكل ما في مشكل بس المشكل لما شخص يعتقد أنه عنده الحق يقتل آخرين لأنهم لا يعتقدون ما يعتقد دا ما عاد فقط مرض نفسي دا عاد مرض نفسي يؤدي إلى الإدرار بالآخرين دا لازم يروح للمستشفى ما في ما ممكن ما ممكن الآن أنا هنا في أمريكا لما أروح للمستشفى يعتقد قائمة أسئل هل تفكر في إيداء نفسك أو في إيداء الآخرين إذا كنت تفكر في إيداء نفسك أو إيداء الآخرين يعني تفجير نفسك أو تفجير حد آخر تروح للمستشفى ما في نقاش لازم تروح للمستشفى فورا إذا كنت تؤدي أهلك يجب أن تذهب إلى المستشفى فإذا العالم يجمع على كل من يفكر في إيداء نفسه أو في إيداء الآخرين هو مريض نفسانياً مرض حاد ليس مرض عادي فكيف نعتبر المؤمن سوي؟ المؤمن الذي يفكر في تفجير الآخرين أنا لا أتكلم لكن المشكل يمكن أن يكون أقوى من ذلك الإيمان لا يمكن أن يكون فقط مرض بل وباء لما يكون قابل للعدوى لما يكون قابل للعدوى فالمؤمن ممكن يعد آخرين بنقل الإيمان إليهم طبعاً إذا كان صوفي لا يوجد مشكلة إذا كان سلفي سلمي يعني سلفي رغم أن السلفيين يربون أيضاً على الكراهية والكراهية تسبب يعني تسهل على الإنسان أن يصاب بعدوى الإرهاب ففي سلفيين ضد الإرهاب لكن يقول لك اليهود أعداء الله والنصارى أعداء الله بس إحنا ما نقتلهم رب راح ينتقم منهم فدول ما هم مشكل في حداتهم بس هم مشكل لأنهم يؤسسون للإرهاب فإذا في الصوفية ما معي مشكل مع الصوفي ما معي مشكل مع الإسلام السياسي الذي يؤمن بالديمقراطية ما الحالياً ما الحالياً يؤمنون بالديمقراطية لينقلبوا عليها هذا نقاش سياسي ممكن تصنيفهم مرض إذا قمنا بتصنيف الفاشية كمرض يجب مساواتهم بالفاشية إذا قمنا بتصنيف النازية كمرض يجب مساواتهم بالنازية لكن الآن لما أن النازية والفاشية لم يتم تصنيفها كأمراض بل كمناهج سياسية متطرفة فنصنفهم كمثل فإذا ما ممكن نعتبر الإسلام السياسي مرض ما ممكن نعترف الإسلام السوفي مرض خطير يعني مرض خطير ما ممكن نعتبره مرض خطير أو وباء خطير بس الفكر الديني التقليدي ما هو الفكر الشعبي الإسلام الشعبي ما معنا مشكل مع الإسلام الشعبي يصلي يوم الجمعة ويوم السبت يروح للصهرة يصوم رمضان ويسكر بس يخلي أربعين في شعبان ما يسكر وفي رمضان ما يذكر ويوم العيد يعيد بالشرار طبعا يعيد بالخمر أو مثلا يروح للحج ويروح لسيدي بوجميرا ولا سيدي بود حيشة يعني ولي من أولياء الله الصالحين الأموات مثلا يعني إسلام شعبي يعني ما يضرر الآخرين ده ما عندنا معاه مشكل لأنه لا يعتقد بوجوب قتل الآخرين بس اللي عندنا معاه مشكل بالضبط هو الإسلام المؤسس على التراث التقليدي ده إنسان قابل ليصبح انفجاري بين يوم وآخر يعني ممكن يتحول إلى انفجاري فقط لأن شرطة السير أعطته تيكيتها فقط ممكن فقط شرطة يعطيه تيكيت ترافيك تيكيت ممكن يقول هذا عضو الله ويقتله فقط لأنه غضب لأنه جاهز يعني يتحول من إنسان إلى ظمي يعني كله مغروس يعني يحتاج فقط تريغر كيف نشوف مثلاً أنه في أفلام الخيال العلمي أن المخابرات تأخذ شخص وتنومه مغناطيسياً وتزرع في دماغه أفكار كثيرة وفي كلمة وفي كلمة لإيقادة الشخص يعني كلمة لتفعيله بإيقادة الشخص بإيقادة الشخص طبيعي بس ممكن لحظة واحدة خسام مع زوجتك خسام مع شرطي خسام مع جار يهودي خسام مع جار نصراني أو مات لك شخص من العائلة حبيب عزيز ممكن تتحول إلى قنبول لأن هذا يعني يفعل بعض الخلايا في دماغك ويفعل يعني مثل الإطلاق شرارة تفاعل كيميائي كان لازم مادة تضاف إلى الخريط ويتحول إلى خريط متفجه فأنا قلت أن الإسلام التقليدي المبني على التوراة الفقهي هو إسلام خاطر جدا وهو عدوان وهو وباء يجب اعتباره كمرض أعتقد هذا أعتقد أنه يجب اعتباره كمرض ويجب إخضاع جميع المسلمين الذين يرغبون بالهجرة إلى دول ديمقاطية آمنة يجب إخضاعهم لفحص السلام من المرض يعني وإذا فيه بوادي المرض لازم يروح يعملوا تقيح برأيك أسعيد أنا عجبتني بصراحة شو هو الفحص السلامي من المرض برأيك أنت شو ممكن كيفية الفحص هل ناخد عينة من دمه يعني مثلا ولا شو لا ده أنا أعمل أنا أعمل على المشروع ده راح ده راح الكتاب الذي سيؤلف ولم ينشر ده الكتاب المستقللي الذي سيؤلف ولم ينشر وهو دليل يعني دليل فحص أو لا دليل دليل الوقاية أو دليل التعرف على الإرهابي المحتمل فالإرهابي المحتمل هو شخص مثلا يؤمن بأن بالولاء والبراء أي شخص مقتنع بفكرة الولاء والبراء ده مشروع إرهابي ما في نقاش أي شخص يعيش ازدواجية ازدواجية لكن غير مقتنع بيها فأي شخص اليوم لابس الجيل باب ويخبر الناس أنتم لازم تتوبوا لازم تتصلوا والغد عنده تلقاه في البار يسكر ده عنده أنا اعتبره من أعراض انفسام الشخصية اللي ممكن تأدي إلى أنه يتحول إلى شخصية متطرفة خاطئة لأنه لا زال في مرحلة هو حامل للفيروس بس ما 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 عرفنا هل سيهزموا الفيروس أم الفيروس سيهزموا أشخاص مثلا اللي يروحوا في جماعة العبدو الإحسان اللي كنت فيها لمدة عشر سنين أو خمسة عشر سنة دول آمنين تماما دول ما راح يكونوا أبدا إرهابيين ليه لأنهم تم تلقيقهم في تلك الجماعة صحيح أنهم مخرفين صحيح أنهم ممكن يكونوا من الإسلام السياسي وأعداء للديمقراطية بس ما راح أبدا يفجروا أنفسهم ده موضوع آخر موضوع الخطر على الديمقراطية موضوع آخر أنا أتكلم الخطر على السلم العام ولا أتكلم عن الخطر على الديمقراطية فيه إسلاميين كثير خطر على السلم العام خطر على الديمقراطية بس ما هم خطر على السلم العام ما هم إرهابيين محتملين بس فيه ناس خطر على السلم العام وأكيد خطر على الديمقراطية أي أي شخص يؤمن بحاكمية الله أي شخص يؤمن بحاكمية الله فحتى إذا قال الآن أنا أقمل أقبل بشرع هذه الدولة أقبل بالقانون المدني وأنا أقبل وأنا أقبل فهو يقول فيهو يؤمن بمبدأ للضرورة أحكام واليوم اللي راح يتقوى راح يكون خطر على السن فيه مسلمين كتير الآن في الدول في الدول الأوروبية وحتى في أمريكا هم خلايا نائمة خلايا إرهابية نائمة الآن يؤمنون بالديمقراطية سلام في خير بس يوم تصبح نسبة المسلمين هناك 15% أو 16% أو 17% مهم الكتلة الحارجة لا أعرف بالضبط الكتلة الحارجة في هذا المجال ماهي لما يوصلوا الكتلة الحارجة راح يبدأوا يفيقهم السوبات ويتعاملك بشخصيتهم الحقيقية لأن ده الخطير في الإسلام الخطير في الإسلام هو التكييف لأنها موخوضة من سيرة محمد رسول الله محمد لما كان في مكة كان كويس كيوت لما راح المدينة أصبح شخص تاني تماما لما تقوى فالمسلمين يؤمنون باتباع سيرة محمد ويفعلون المثلة تماما شفت هذا شفت هذا اللي في أوروبا اللي ينظر الآن للإسلام كيوت اسمه شو سلمه أشهر أعلامكم في أوروبا مثلا طارق رمضان طارق رمضان راح يولي نسخة من من أي عالم تشبولة في إفريقيا ليه ما عندنا أمثال طارق رمضان في الدول الإسلامية ليه؟ ما راح أقبلهم الشعب طارق رمضان إذا الآن طارق رمضان نزل إلى دولة مثل سودان أو مصر وتكلم بلغتهم بلهجتهم يعني وعرفوه جيدا شو يقول إذا تكلم بالفرنسية راح يوديهم في في غلط ما راح يفهمه إذا تكلم باللغة العربية ما راح يفهمه لأننا إحنا ما نتكلم عن المتقفين إحنا نتكلم عن الشعب إذا تكلم بلغة الشعب راح يرجموه بالحجار شفت؟ بكل تأكيد أخي أخي سعيد أخي سعيدة خلينا نروح مراحل الشك اللي بدأت فيها كيف بدأت مرحلة الشك وشو الأسئلة اللي طرحت عليك كيف تعاملت مع هالأسئلة بكل تأكيد أخي سعيدة يحاولوا التوفيق بين الحاديثين دا الناس يخد المنسو خد أولاد دفي كدا ويحاول يستعمل ما يسمى بالقواعد الأصولية بس أنا ما كان دا همي أنا كان همي ليه يروح النار أو ليه يروح للجنة فإذا كان أولاد الكفار في الجنة فأكيد أولاد المسلمين رح يكونوا في الجنة أيضا وإلا هناك تمييز طبعا هناك تمييز إذا يقول لي أولاد الكفار في النار ليه إله بلتجي إذا ما عندي مشكلة لو قلت إله بلتجي بس أنت تقول لله إله عادل إذا ما ممكن يكون عادل ويعدم ناس ما يعملوا شيء ما ممكن يكون إله عادل و ويصيب يرسل ناس للنار ما وصلتهم الرسالة بس آخرين يقولوا لا دون ما وصلتهم الرسالة يروحوا للجنة إذا ليه دون سيرسلهم الرسالة ليه حدهم مش كده ليه جاتهم الرسالة لو كان ما جاتهم الرسالة كانوا راحوا كلهم للجنة إذا ليه جاتهم الرسالة إذا اليهود ما هم شعب الله المختار هم شعب الله المكروه لأنه جاتهم الرسالة وراح يروحوا نصفهم للنار المسلمين شعب الله مكروه لأنه جاءتهم الرسالة وراح يروح نصفهم للنار مثل الناس لي ما جاءتهم رسالة راح يروحوا كلهم للجنة ده تناقض كيف كنت عند الإله مثلا؟ أولا مثلا أمور أخرى مثلا العبودية مسألة العبودية دائما كان يطرح عندي سؤال الله يشرع للعبيد وللأحرار ده ما هو ده ما هو إله قادر ده أنت خلقت عبيد وأحرار ليه ما خلقت العبيد بذيل حتى نتعرف عليهم ليه وخلق العبيد عندهم ديل طويل حتى نعرف ده عبد وده حر أنت لما تصنف لطبقات دي طبقة الأحرار بقانونهم ودي طبقة العبيد بقانونهم إذن أنت تقر شرع لم تشرحه أنت يا رب شرعه الناس وأنت أقررتهم عليه فلما تقولني مثلا قريش الحكم لقريش ليه قريش الرسول ده ده قول الرسول أن قريش لا يمكن أن يستاقم الحكم إلا إذا كان الحاكم من قريش ليه قريش هو ربي منحازل قريش هو أبوه قرشي هو عم قرشي ممكن إذا كان ربي قرشي ما فيه مشكلة بس إذا كان رب العالمين ما ممكن يفضل القريش على بقية العالمين يعني هي أسئلة المؤمن يمر عليها مرور الكرام بس مو أنا أنا ما كنت أمر عليها مرور الكرام مسألة الإجماع مثلا لما تقول لي الإجماع فرد الإجماع مصدر من مصادر تشريع كيف يكون الإجماع مصدر من مصادر تشريع إذا كان إجماع على دليل يعني إذا كان دليل والناس اجتمعت عليه فالدليل هو المصدر ما هو الإجماع إذا كانوا اجتمعوا على ضرارة فليه يكون إجماعهم حجة فإذا أنا ما كنت ما كنت أتقبل مسألة إدراج الإجماع بين مصادر تشريع الإسلام يعني بس دائما كنت آه في فخ الأديان كلها فيها فخ شو الفخ ما لازم تفكر أن الإيمان شيء سيء إذا فكرت أن الإيمان شيء سيء فهو شيء سيء أسلوب المخصدفين تماما إذا فقط فكرت أن الإيمان شيء سيء فأنت سيء فأنت دائما لازم دائما تغدي فأنا تفرج في فيلم أمس وهي حكمة قديمة فيه كل إنسان في جواته اثنين دئاب ضيب الخير وضيب الشر إيش وان آه ويش وان ويش وان راح ينتصر ضيب الخير أو ضيب الشر دا السؤال إينا ديب راح ينتصر في الإنسان كل إنسان في جواته ديبين إينا ديب راح ينتصر للطعمه أكتر للتوكله أكتر نحن كنا نوكل الإيمان صباح مساء إنت تبادي تصلي حتى ما يهرب الإيمان تصدق حتى ما يهرب الإيمان تدعي الله في كل صلاة مئات المرات حتى ما يهرب الإيمان تقل القرآن حتى ما يهرب الإيمان إنت حياتك كلها خيف لا يهرب الإيمان خيف من أجمل شيء ممكن يحدث في حياتك جميل التعبير جميل خايف لا يحدث أجمل شيء في حياتك هو يهرب الإيمان وذكرتني هنا أخي يا سعيد لما المسلم بكل صلاة اللهم اللهم نطني على دينك ولا تضعف إيماني وهلأ في أدعية كثير من هالقبيل هذا بصراحة نعم نعم فأمت أنا مثلا أعرف أشخاص تروح زوجته عند أمه فقط ساعة أو ساعة تيم فالما سيعملوا معركة كلما راح زوجته عند أمه في المساة لازم تكون معركة ده تأثير أمه ده فقط تأثير أمه في البنت أو في ناس آخرين تروح زوجته عند تجارة لازم يعملوا معركة في المساة لأن الزوجة دائما عندها أفكار وده فقط ما هو خاص بالمرأة خاص بالرجال أيضا فيه رجال كثير يروح يشرب خمر ويجلس مع أصحابه ويشوف نساء ويشوف أصحابه كيف عيشين حياتهم ويتفكر حياته النكدة ففي المساة يرجع زوجته يعني معركة فإحنا المجتمع يؤثر علينا بطريقة كثير 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 قوية الحديث الحديث شخص آخر يؤثر عليك رؤية ممكن تكون متزوج إمرأة في المستوى يعني وتشوف شخص آخر متزوج إمرأة أحسن من إمرأتك فتحس إحساس سيء وتعمل معركة مع إمرأتك ذا إحنا بشر إحنا حيوانات إحنا مو فقط بشر إحنا حيوانات نتكلم ببساطة تعتقد أننا حيوانات مفكرة؟ لا إحنا ما نفكر قليل من يفكر إحنا فقط حيوانات ناطقة فقط نتأثر بكلام الآخرين نتأثر بكلامنا عن أنفسنا إذا قمت كل صباح أمام المرآت دي عملوها مدربي التنمية البشرية مدربي التنمية البشرية قل لك قم كل صباح أمام المرآت وقل أنا عظيم أنا راح أكون عظيم فراح تكون عظيم دا فقط تكلمت أمام المرآت تتخيل لو تتكلم أمام الله صباح مساء عجبتني أصحاب التنمية البشرية يعني تنمية الخرافة العميقة في كثير ناس بصراحة يعني خصوصا بالعالم العربي أصحاب التنمية البشرية بس فيها شيء من الصواب كلام الإنسان مع نفسه يرفع معلوياته لا أنا لا أتحدث عن ناحية نفسية ولكن فيه كان رمز من رموز التنمية البشرية في مصر الله تذكرته الفقه الفقه دون مخرفين دون مخرفين دون مخرفين فيه أشياء بسيطة صح خمسة في المئة ستة في المئة بس يبنيوا عليها أكاديم وخرافات وكده فقلت أن الإنسان لما يخاطب نفسه هو يأتف نفسه فكيف لو كان يعتقد أنه يخاطب الله هو يعتقد نفسه أن الله يحميه على الإيمان فأنت تخيل لو بنت صغيرة تزوجت بها أمها أو اختطفها شخص من أمها أو أبيها ورباها في بيته وكان كل يوم يحذرها عندك الشخص هذا حابب يختطفك لذا المختطف عمل رأسه الأب الحقيقي ويحذر البيت الصغيرة المختطفة أن الناس دول حاببين يختطفوك والبيت كلما تشوف الناس دول تشوفهم ينظرونها نظرة غريبة وحاببين يتكلموا معاها فتعتقد فعلا أن الناس دول حاببين يختطفوني تفهم؟ فهي فاقتلعت بكلام المختطف وعندها أدلة على أن الناس دول حاببين يختطفوها ودخلت في اللوب يعني السايكل فما حدا راح ينتزع الفكرة من وحتى أنها صارت تشوفهم في أحلامها ولما صارت تشوفهم في أحلامها اعتقدت أن الله أرسل لها رسالة يحضرها من هذا المختطفين ما اعتقدت أنها فقط لأنها تخاف منهم يختطفوها شافتهم في أحلامها فهي تعتقد أن الله يرسل لها رسالة وأن المسيح نفسه يرعاها حتى ما يختطفوها تشوفت فأنت تنغرس فكرة الناس يغرسوا فكرة في دماغك والفكرة دي تسيطر عليك حتى أنك تخاف تفكر تغيرها قل لي عندكم الصرصور في بلادكم آآ الصرصور طبعا أكيد النساء يخافوا من النساء النساء يخافوا من الصرصور بشكل عجيب مثل وجدي غني مني أبدا بنت المرأة حتى لو علمتها عطيتها عشرة كتب عن عدم الخوف من الصرصور الصرصور غير مؤدية ستخاف من الصرصور لأن هذا الأمر انغرس في دماغها وليس فقط لأجيال الصرصور عندنا عند المسلمين هو الكفر أو هو تكون يهودي أو هو الإلحاد أو هو تكون ما أنت مسلم إذا ما كنت مسلم راح تتاكلك السراسية فهمت؟ هذا الغرس الناس يعتقدوا أن التطور يأخذ مضايا السنين التطور أحياناً يأخذ فقط ألف سنة أو مئات سنين التطور أحياناً هناك طفارات في التطور تأخذ فقط مئات سنين فأنت لما أبوك انغرست في جينات الخوف من الإلحاد أمك انغرست في جينات الخوف من الإلحاد جدك جد أبوك جد جدك قبيلتكم أنت جيناتك عاد فيها خوف من الإلحاد بحجم كبير جداً مغروس في الجينات أكيد العلماء ما ما اكتشفوه كيف يشوفوه في الجينات بس أنا متأكد أنه راح يكون في الجينات بس العلم ما وصل لها أبعد فأنت فأنت لما تكون في قبيلة هندية مثلاً الإنسان من صغره لما تتختم أنت لما تتختم صرت مسلم فهمت؟ حتى إذا حبيت ما تكون مسلم راح النساء يتمسخوا منك راح تروح للمسبح يشوفوك أقرانك مختن راح يقولوا عنك مسلم و راح تكره اليهود راح تروح مع اليهود يختنوا أيضاً أنا معدل على هذا التشبيه لأن اليهود أيضاً مختنين ما في مشكلة فأنت ما عندك مشكلة تتسبح مع اليهود أنت مختن هم مختنين ممكن تندمج معاهم بس إذا رحت عند الهود الحمر و اختسقت معاهم في مكان واحد راح تكره الهود الحمر و راح يكرهوك و إذا كانوا الهود الحمر هم الإلحاد راح تكره الإلحاد لأنه تم تصنيفك فهمت؟ فأنت تزداد كراهية لهذا الأشخاص أنا مثلاً تعرق لمضايقات كثيرة من المرحيدين و مضايقات كثيرة من الدينيين و مضايقات كثيرة من اليسار فقط لأنني كنت أحاول إيجاد طريقي بنفسي أنا ما أنا سرعة؟ اليوم أنا توضع عني مسلم سني؟ غدا حيد التيكت وضع مسلم شيعي؟ الغد حيد التيكت وضع ملحد؟ الغد حيد التيكت وضع رموبي؟ لا ما أنا سرعة؟ ما إذا أنت حبيت تكون سرعة؟ من حقك بس أنا مو سرعة أنا ما أسمح للمجتمع يعدلني بناء على قناعات المجتمع أنا إذا اليوم صرحت أنني ملحد غداً لما أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ملحد؟ وتشغل أمك؟ صحيح؟ بالضبط بالضبط فالناس تصنفك الناس تحب تتكتيكيته حتى يكون يميزك الناس ما كهروا ويوضعوا عليك ألوان لذا الهرود الحمر كانوا يوضعوا ألوان وألبيسة محددة حتى يعرف هذا من قبيلتي؟ لا، هذا ليس من قبيلتي والمسلمين أيضاً لماذا الرسول يقول له لا تتشباهوا بالنصار؟ حتى يعرفهم من المسلمين ومن النصار حتى لا يخطب في الجمع الخطأ تخيل محمد يخطب في الجمع الخطأ؟ إذا محمد يخطب بين الجمع الخطأ سيقول المكدام بس إذا خطب بين الصحابة سيقول له صلى الله عليك وسلم بأبي وأمي أنت يا رسول الله فهمت؟ فعادة وضع تيكيته دي لابل وعادة وضع اللابل هي أداة من أدوات التحكم في البشر لذا فأنا صرت أكره وضع اللابل على نفسي ما تصنيفك؟ ما عندي تصنيف أخي ما عندي تصنيف ولذلك أخي أنا بصراحة عموما أنا بحط العنوان الملحد المغربي أو الملحد السوري و جيت عن سعيد بنجبلي حطيت لقاء مع سعيد بنجبلي فقط لأنه أنا ما عارف نفسي شو فهمت؟ أنا أبحث عن الحقيقة ممكن اليوم بان لي رأيي والغاد بان لي رأيي فتخيل إلى صنفت نفسي ملحد اليوم ولغاد اكتشفت سفينة نوح صنفت لك اليوم صنفت نفسي ملحد ولغاد اكتشفت سفينة نوح لما سفينة نوح ليه أقول ما سفينة نوح فقط لأنني صنفت نفسي ملحد و راح أفقد جميع الزبناء الملحدين الزبناء يعني الناس اللي عملوا اللايكات و جيهم على صفحتي فعلمت؟ هي مصيبة واحد يفقد اللايكات والشير يعني لا أنا ما عندي مشكلة أفقدهم أنا كان ممكن أربح لايكات كثير من المسلمين لو مشيت على طريقهم كان ممكن أكون قيادة كبيرة في جماعة العدب والإحسان كان عندي أفق كبيرة بس أنا اخترت حريتي أنا ما بيع أي شيء من أجل منصب أو من أجل تصنيف فما بيعلك بلايك و جيهم وشية ما بيع ما بيع حريتي ولو بالملايين حتى الشغل اللي أشتغل ما أشتغل مع شركات كبرى الآن أنا في شغلي أروح للشغل ومعي لابتوب ومعي أوراق ومعي كاس شاي وكاس قهوة وأعمل الشاي هناك وأعمل القهوة هناك يعني أشتغل وأكأنني أنا الرئيس لما يكون عندي شغل أعمل شغل ما عندي شغل أكتب في الفيسبوك أكتب شيء أقرأ شيء مع العلم أنني ممكن أربح أضعاف المبلغ ده إذا اشتغلت شغل آخر بس أنا حابب الشغل ده لأنني أنا الرئيس ما عندي رئيس اشتغلت مع دال شركة دالية شركة كبرى وقدمت استقالته ف الحرية هي أغلى ما يملك الإنسان فليه نضيعها بوضع اللابلات علينا لما توضع لابل أنت شخص شخص معه سيبيرك وسيربحه منك لما توضع لابل شخص ما في مكان ما راح يربح منك حزب جماعة جمعية حقوقية شيخ ملك زعيم شيخ يربح منك فهمت؟ فأنا أعتقد أن حرية الإنسان أهم شيء إذا في ممكن مشترك نلتقي عليه ونتعاون عليه مشروع مثلاً فكرة ممكن ندعمها أهلاً وسهلاً إذا ما فيه ممكن نلتقي في فكرة اليوم ونختلف في فكرة أخرى غداً ما فيه مشكلة بس لما توضع نفسك في حزب معين أو في جماعة معينة أنا جربت الإنتماء وأفهم الإنتماء جيداً أفهم كيف يعمل الإنتماء يعني السلو الصيون وجاء الإنتماء أفهمها جيداً أنت راح أنت لازم تتخلى على أشياء كثيرة ولازم تحاول تندمج مع البيئة والبيئة تحاول تندمج مع أنت تؤثر أيضاً الشخص الفرد أيضاً يؤثر في البيئة بس البيئة تؤثر في الشخص أكثر الرسول الناس كثير يعتقدون أن الرسول صنع الإسلام هو ما الرسول صنع الإسلام؟ قريش أو البيئة صنعت الإسلام وصنعت الرسول في نفسه البيئة صنعت محمد فتتخيل لو كان محمد عاش في هنا في البيئة دي بيئة المايا في أمريكا جنوب أمريكا فتتخيل راح يكون في عبيده عبيده أحرار ما في عبيده أحرار ويدبحوا الناس قربان فراح محمد محمد كان راح يضحي في العيد الأضحى ما يضبح أغنام بس يضبح أبشر لأنه هون المايا كانوا يعملوا الأضحية على البشر فمحمد كان يقولهم لازم تكون أضحية على البشر كل عشر سنين مثلاً لأن إذا ضحينا كل سنة على شخص راح للقرض فلازم تكون كل عشر سنين مثلاً بس كان راح تكون في أضحية بشرية وكان ما كان ينزل الكبش على إبراهيم إذا كان محمد يسمع من قبل برواية الكبش فكان الجزء اللي فيه نزول الكبش على إبراهيم يقتضع ما كان فيه إسماعيل ما كان فيه لك بل أن محمد دبح إسماعيل منتهت القصة لذلك نحن سنمدبح لذلك نحن سنمدبح وأبناء أنا حتى أنا نريض الله فالبيئة محمد يعني جميع الدين المحمدي مؤخد من أديان من الأديان اللي كانت بالدغط موجودة في المكان فالبيئة صنعت محمد ومحمد أطر أيضاً في الدين عبدال بعض الأشياء وطور بعض الأشياء بس ما كانت أشياء كثيرة محمد ما عدل أشياء كثيرة في الدين ما كان مثل المحمد ما كان بطورة مودا ما كان بقوة ومحمد ما كانت بقوة طورة مودا وما كانت حتى بقوة طورة الله الأسود من جنوب أفريقيا WRUT Matthew King أكثر مظيلا مانضيلا مثل مانضيلا مثل أبداً أبدع السلام يحارب العنف بالسلام ذي شيء خطير جداً ما هو بالسلام تطبيقه أو مثلاً لين كولن هنا في أمريكا اللي حرر العبيد كانت معركة خطيرة جداً محمد ما كانت عنده جراء يعملها فهمت؟ فالبيئة تؤتي في الشخص والشخص يؤتي في البيئة وأنت لما تصنف نفسك لابي إتفاع المناسب لا يمكن تذهب الحرب على اذهب حافظ فهمت؟ لنiono عن الخمر لا يمكن تشرب الحرب في نفسك فلازم تقول لهم بل أنه الخمر في الجنة ولنذا أشرب قمار فهمت؟ لديك نبي كلما التقي sy يشرب الخمر مبينا سامي جيب الواعع فهمت، ليه يشرب الخمر؟ لأنه لا يوجد أرض فيها خمر، ما عنده مشكل مع الخمر بس مثلا في محمد كانت عنده أمور أمور خداها من الإرت فتخيل الآن أن طقوس الحج كلها طقوس وطنية فمحمد ما كانت عنده جرأة يحدث الحج بالمرة ما كانت عنده جرأة لأنه لو حدف الحج بمرة، راح الاقتصاد يتدمر وراح قرى يشتغضب وراح الدين يندتر فمحمد كان داكي، ليه من خلليهم التقوز دي؟ خليهم يعبدوا الحجر ويقبلوا الضدر اللات، ما في مشكلة محدود، ونفس ثوري محدود، في الزمان والمكان اللي كان فيه طيب قبل ما أصدقائي أنا كمان شوية راح أفتح سكايب ونبدأ الأسئلة بصراحة يعني بدي أسأل كيف وصلت نهائيا لقناعة كاملة أنه الإسلام غلط، الإسلام خرافة الإسلام هو مجموع ما يسمونه بالمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة فيها مسائل غيبية مثلا مثل الإيمان بالله والرسول والملائكة والأنبياء وكذا، والقادر والجنة والنار، فأنت، أنت ما رح تخرج وحدة وحدة لأنك اليوم تخرج وفي الغالة ترجع نفسك، تلقى نفسك رجعت، فهمت؟ مثل الأخطباط، أوكي؟ أنت تغرب من اللسان ده يجيبك اللسان ده رائع 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 سعيد الوصف بالفعل الدين مثل الأخطباط يعني يعني أنت عندك أركان الإسلام، أركان الإيمان أقوى، عندك أركان الإيمان، وعندك المجتمع مؤمن، محيط بك يعني لازم تحاول تتكيف، يعني عندك ضغوط بيولوجية، لأن المجتمع، أنت ما تحس بضغط المجتمع، بس هو يتفاعل بطريقة بيولوجية أنت اليوم مسلم، غدا إذا ما كنت مسلم زوجتك راح تطلب الطلاق، فهمت؟ إذا كانت مسلمة، أهلك راح يتبرؤوا منك، بيزنس راح يقفل، ممكن تروح للسجن، وممكن يقتلك حجرة في الشارع، من أجل ديرهم أو ديرهمين، أو من أجل السجارة، ممكن يقتلك، ويعتقد نفس سورة يحلل الجنة، ها؟ يعتقد أن قتلك راح يحرر من جميع دنوبه اللي عملها، لأنه راح يروح قتل ملحي، إذا أنت عندك تهديدات اجتماعية من البيئة، ضغوط بيئية، وعندك ضغوط من الإيمان، يعني مبادئ أنت تعلمتها من صغرك، مغروسة، وعندك عادات وريدتها، فقط عادات، أنت حتى إذا ما تكون مؤمن، تلقى نفسك تعمل دعاء النوم، ودعاء الاستيقاظ، أنت ما مؤمن أصلاً، بس تلقى نفسك تعمل دعاء الاستيقاظ ودعاء النوم، والأكتر من ذا، أنني حتى بعد أن فقت الإيمان، كنت أجد راحتي في التسبيح، لا، يعني التسبيح يمنحك شعور لذيء جداً، لما كنا مؤمنين كنا نحسم الشعور ده، بس كنا نعتقد أنه بسبب الإيمان، بس هو فقط بسبب الآداء، التسبيح يمنحك شعور لذيء جداً، لأن كلما سبحت تحصل على الشعور ده، فهو لحدة من لحظات التأمل، والأداء ترى الفوديين عندهم تسبيح أيضاً، فهي عادات، عادات أنت والدتها، أنك تذكر الله، أنك تسبح، أنك، 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 أنك عندك أخلاق جيدة، فأنت تعتقد أنت لما مؤمن، تعتقد أن الملحدين كلهم أنجاز، أهمت؟ أن كل من لو يسموه من، فأو قاموا مرسل، ممكن يكذب، ممكن يسرق، ممكن يعمل أشياء سيئة جداً، وما عنده ضمية، أنت تعتقد أن ضميرك؟ أنا شخصياً، كنت أعتقد أن حسن أخلاقي موخود من الإسلام، بس أنا الآن ما أنا مسلم بالمعنى التقليدي، بس أخلاقي لازلت كويسة، فأنا فقط الآن عرفت أن حسن أخلاقي ما كان من الإسلام، بس كان لأنني شخص كويس، أنا ما كنت أكذب أبداً، والآن لا أستطيع الكذب أبداً، ما أكذب، ما أستطيع، ببساطة، ولكن فيما قبل كنت أعتقد أنني لا أكذب فقط لأنني متدين، وأنني لا أسرق فقط لأنني متدين، فأنت عندك عادات، وعندك بيئة، وعندك معتقدات، الثلاثة دول يحاصرونك بأخطبوط واحد، بأخطبوطات، فهمت؟ عندك أخطبوط من كل جهة، وكل أخطبوط بمئات أدرح، مام، فيك فيك، يعني ما ممكن تسلك بأي طريقة، بس، ممكن تحدث تغرة، التغردي كان صعب، تحدث في دماغي، التغردي لازم تحدث في دماغك، لازم خلية من الخلايا تقاوم وما تموت، وفي حالتي، أنا كنت أتناقش كثير، وزرعت خلايا كثير، بس ما كانت خلايا قوية، تحاورت مع ملحيدين كثير، قرأت كتب إلحاد كثير، قرأت كتب الإيمان وكتب الإلحاد، يعني اشتغلت بدماغي كثير، كنت أزرع خلايا، بس الخلايا ما كان عندها قدرة على النمو، لأنه ما كان بينها ترابط، كان لازم حدث من الأحداث يخلي الخلايا تشتغل، أعتقد أنه كان حديث محاولة رسول الانتحار، فيما يخص شخصيتي أنا، أعتقد أنه كان محاولة رسول الانتحار، لأنه زعزع كياني، وخلاني أنفتح على فرضيات جديدة كنت أتجاهلها، أنت عندك فرضيات، هي الصح، بس حياتك كلها تتجاهلها، لأن الأخطبطات، ما يخلوك تشوف الفرضيات دي، هي مخبية خلف الأخطبطات، إذا دعمك تغرأ، وشفت، فرضية من الفرضيات الدول، وصرت تعمل عليها، الخلايا راح تتواصل فيما بينها، وراح العمل يتطور، أعطيك مثال آخر، في المغرب كانوا في أشخاص كتر كتر لا دينيين، بس ما كانوا متأكدين من هويتهم اللا دينية، هم لا دينيين، بس ما يعرفوا أنهم لا دينيين، حتى تواصلوا في الفيسبوك، لما تواصلوا في الفيسبوك، اكتشفوا هويتهم أنهم لا دينيين، أنا في شخص التصل بالبالحة في الفيسبوك، وما كان عارف هويته الجنسية، ما كان مرتاح الهويته الجنسية، لأنه مسلم ومثلي في نفس الوقت، فلما تواصل معي شرحت له كلمتين، أو ثلاث كلمات يعني شرحت له الأمر، فحس بشعور، يعني وكأنه استيقظ من نوم عميق، دا مثلي خيف من جهنم، قلت ببساطة ما في جهنم، فهو كان ناسي الأمر، فهمت؟ فتخيل أنت حتى المؤمن، الأمر دا يحدث للمؤمن أيضا، يعني أنت تكون عندك أفغار كتير تشجعك، لأنك ما تكون مؤمن، بس باقي الخيف، ما ممكن تتحرر من خوفك بين يوم وليلة، كيف المرأة ما ممكن تتحرر من خوف من الصرصور، فأنت تفكر، أنا راح أكون ملحد، أنا ما عدت مؤمن، لا أنت مؤمن، وإلا تروح لجهنم، لا أنا مؤمن، حتى ما أروح لجهنم، فأنت؟ فالصراع دا، أنت ما حاسس به، الصراع دا يدور في اللاوعي انتعك، الصراع دا يرؤي في اللاوعي انتعك، فالمرأة دي، اللي تخاف من الصرصور، لو أنك خدت المرأة دا في تجريبة، يعني مقابول من المرأة، يعني قبل تشارك في التجريبة، لأنك إذا ما قبل تشارك في التجريبة، إذا أخذت هذه المرأة، ووضعتها في تجربة اجتماعية مع سراسيل، لمدة شهر، رحت ولّي صديقة سراسيل، لأنّ هذه الفكرة راجعتها في دماغها مرّات ومرّات 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 ومرّات، وولّدت خلايا جديدة لتستقبل فكرة أنّ السراسيل غير مديرة، فتحرّر من الإيمان يتيم ومنس الشكل، لازم تربط خلايا جديدة في دماغك تستقبل أفكار جديدة، وإلا فأنت عندك آلاف آلاف المناطق في دماغك، اليوم تقتنع بأنّك مسلم ورغت تقتنع بأنّك سعيد، سعيد أنا أنت ذكرت أنّ قصة انتحار محمد هي اللّي فتحت هذه الصغرة، ليش بالذات؟ شو أسباب أنّ هالقصة هاي بالذات؟ يعني شو شو تأسير القصة هاي برأيك على... ما عنده تفسير عقلي كامل ما عندي، أنا أقول لك حياتي، يعني بعد، بعد، يعني هي فيها تفسيرات عقلية، بس الأمر حدث في اللّا وعي، تفسير العقلي هو أنّ إذا فُكرَّ محمدًا في الانتِحار فهو غير معصوم، وإذا كان محمد غير معصوم في الأنبياء كلهم غير معصومين، وإذا كان الأنبياء غير معصومين، حديث القرآن عن الأنبياء بأنه معصومين كديد إذا لم أفكر محمد في الانتِحار، فيعني أنّها صحيح، البخاري غلط، إذاً كان صحيح، البخاري غلط، أي أمور كثيرة نأخذها كأنّها مسلماتّية غلط، فأيّي جواب يقودك إلى الشك؟ ما فيه جواب مطمئن في المسألة دي لدى الشيوخ يحاولون تكذب الحديث بصفة عامة بس الحديث صحيح إذا حبيت تكذب الحديث لازم نكذب جميع قواعد علوم الحديث وراح ننرمي السنة كلها فأي جواب عقلي أو ديني للمسألة دي راح يقود للشك في ما يسمى في الإسلام بالمعلوم من الدين بالدارورة المعلوم بالدين من الدارورة ده هو أقوى أقوى أخطبوط يشل كيان الإنسان وما يخليه يتحرر هو في الحقيقة لازم يكون المجهول من الدين بالدارورة أو المكذوب من الدين بالدارورة بس هم يسموه المعلوم من الدين بالدارورة كيف بالدارورة كيف؟ لا يجب أن تعلم ذلك بالضرورة بدون عدلة و بدون أي شيء يجب أن تعلمها بالضرورة و أنت هرامها هذا أكبر سجن أنت تخيل تكون مختطف أنا دائما أحب أقارئ الإسلام بالاختطاف أنت مختطف رأيت ناس كثير حاولوا يهربوا من فشلة القنبلة أنت تحت القنبلة غير شغالة لكن يمكن أن تخاطر؟ لا يمكن أن تخاطر هناك فقط قنبلة واحدة حقيقية مئات قنابل هي قنابل بلاستيكية لكن يمكن أن تخاطر؟ أكيد لا أكيد لا طيب سعيد دعنا نأخذ التعليقات لأنه يعني أظن الحلقة بشماء ما تطول كثير على أصدقائنا خلينا نشوف إذا في أي تعليقات أظن في تعليقات من أخوة كثير بصراحة أصدقائي أنا فتحت سكايب وياريت أنا أتمنى منكم أن تتصلوا وتشاركونا التعليقات في محمد الديري محمد الديري عم يقول المسلم وصي على كل البشر رغم أن في البشر طيب أجبتوا لمحمد الديري صح؟ الإسلام هو الدين الوحيد اللي لازال ممكن تكون أديانة كانت بس ما عادت فيها الصفة دي بس الإسلام هو الدين الوحيد لإعطي للمسلم خلي المسلم يعتقد أنه وصي على كل البشر طبعاً مثلاً, اليهود يعتقدوا أنهم شعب الله المختار بس ما يعتقدوا أنهم أوصياء على الآخرين يعتقدوا أن الآخرين أعداء أنهم أميون أنهم بهائم بس ما يعتقد أنفسهم أوصياء على البهائم خلي البهائم حالها المسيحيين اعتقدوا أنفسهم أنهم لازم يحروا الناس بس الإسلام هو الوحيد اللي يعتقد أنه لازم يحكموا الناس ولازم يعتوهم خيار إما الإسلام أو الجزية أو قطعوا الرقبة صح ولذا أنا أعتبر أن الإسلام يجب أن يصنف كمرض خطير بالضبط هو مرض عضال يعني صاير طيب معنى الأخ معروف المجهول فضل أخي معروف مرحبا أخجان أهلا وسهلا بس ياريت علي صوتك كمان شوي بشان المستمعين تفضل مرحبا أخجان أهلا وسهلا أهلا وسهلا معروف فقدينك صراحة تسلم تسلم والله هو الزرق الأسنان يعني ذبحني صار يومين يعني أو آسف كتير على الطالب تسلم تسلم عم نكبر عم نكبر أهلا وسهلا معروف راشين فيروس بالجو ما بطلع ما بقدر المشكلة ما بقدر هذا دولة بس بيعرفوا يدعو أه صحيح صحيح أكيد أكيد أحب سلم على ضيفا الأخ سعيد الأخ سعيد طبعا شكرا 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 تحياتي لحياتي لك أنا قبل شوية ذكرني حديث عن عن محمد أنه أطفال المشركين في النار طبعا في حديث ثاني بين يديه الآن يقول الواعدة والموهودة في النار حديث رواق المسند أحمد نعم الواعدة والموهودة في النار حديث صحيح صحيح الألباني رواق أحمد في مسنده والنسائي وسننها بداوت تجدو يعني الواعدة المرأة التي حفرت حفرة ورمت ابنتها فيها هي وابنتها في النار ما لم تدرك الواعدة الإسلام شرط نعم شرط دخول الموهودة في الجنة ونجاتها من النار هو أن تدخل الواعدة الإسلام تصور يعني في سورة أعتقد تكوير وإذا الموهودة تسئلت بأي ذنب القتلة يعني تصور أنه الله في يوم القيامة راح يجيب الفتاة الموهودة راح يسألها بأي ذنب قتلوك فتقول له يا رب لا أعرف خذ لي حقي يقول هسوف أنتق منهم فيأمر بأبيها إلى النار وبعد أنتهاء الحساب هذا يأمر الملائكة خلاص خذوا عدتي هذه إلى النار تقول يا رب بأي ذنب قال هو وعدوا انقطعته على نفس سيأخو المقضوش النار لأن أمك ماما ما أسلمت يسلا هذا إله كتير حلو معروف يعني هذا حديث موجود أنتم الجميع خلينا نسمع التعليق الأخ سعيد أخي سعيد كيف تتعلق على الحديثة هو أنا سبق وقلتها لا يصدق برواية الإسلام كلها إلا مسطي يعني حمق مقطع الوراق مقابلوا حتثبتها يعني لا يصدق برواية الإسلام كلها إلا إلا حمق ما عنده حتى ورقة وتحته مستشفى ما عادي قبله ما يعرفوا أمراضهم لأنه الغريب أنك تجد يعني شيوخ الإسلام أو العرصات كما تحب عرصات الإسلام أرجوك عرصات الإسلام الغريب أنك تجدهم يحاولوا إيجاد تبريرات لهذه الأحاديث مثل هذا الأحاديث وهناك الشرح مفصل وموسع عن هذا الحديث بالذات حديث واضح حديث واضح لا يمكن منكاره كيف تبرر كيف تبرر ويقول لك المقصود والمشعر شي غريب يعني استخفاف بعقول الناس والأدهام من ذلك الناس يصدقون يعني أنا قبل يومين كنت أحاول فتاة من المغرب طبعا صديقة عني هي الفتاة مسلمة يعني لا حد ما لا أعرف الترجل الإسلام فأنا أذكرها لبعض الأحاديثة والآيات المحكمة ليست الآيات المتشابهة آيات محكمة المصيبة أنها آيات محكمة تقول هناك التفسير أكيد في تفسير لها وأكيد في هذه الشبهة والعلماء أجابوا عنها فأنا أذكر إلى إجابة العلماء عن هذا هو أقول لي هل ممكن أنك تصدق هذا التفسير عن هذه الآية أو عن هذا الحديث يعني هل أعتبرت أن هذه شبهة دوحظت انتهى الموضوع فتقول لي المهم 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 أنهم جاوب والله يعني شي عجيب أن أقول لي يعني المهم أنهم تكلموا وجاوبوا فقط ليس المهم من درجة الإجابة يعني أنا حين أدخل يعني بس أني أعب الورقة أي كلام أي شخابيط وأعطيها للأستاذ وانتهى خلاص رح أنجحة هذه الطريقة أظن معروف أظن يعني أن هن هن تعودوا أنه لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم وتسألكم يعني شو من أعطاهم يقبل هذا الأمر لا ينطبق على هذا الزمن لا ينطبق على هذا الزمن يعني هذا المعقول أنه أنا أمسك التليفون وأقول لن أسأل كيف أصنع هذا سأستخدمه وخلص أنتهى الموضوع وروح لي الشيخ واشترك التليفون يقول لي لا تسأل يا ابني سوف أت تحب نفسك فيه هو في إشكال طريقة التعامل مع المسلمين أستاذ في طريقة فيه طريقة التعامل مع المسلمين إحنا ما عرفنا بعد كيف يفكر العقل المسلم ما فيه دراسات علمية كيف يفكر العقل المسلم طريقة تفكير العقل المسلم غريبة لكنها تتشاطر مع بعض الأمور الأخرى فالإسلام ليس في دراسة فقه أنا دراسة فقه ما فيه حياتي اكتشف أنه مادة متعطية يعني حتى كنت أتناقش مع الشيوخ يعني لماذا هنا توسع فيه وهي نفس نفس المسألة نفس القياس نفس الشيء هنا توسع وهنا تضيق ترجع توسع هناك وتضيق هنا فهم يعني حاول في فيوخ الإسلام أن يجعل الدين شيء معقد وهو أبسط ما يكون يعني لو إذا كان ممكن تعدرني أنا كنت أتكلم على مسألة أنه ما هو بسيط الدين الدين محمد رسول كان يتنغم ويقول كلام باتهم العواقب أنا أحاول في المستقبل أن أخوض تجربة النبوة كتجربة اجتماعية حتى أفهم كيف كان يتعامل محمد محمد كان يثيق اليوم يقولهم آر في النار في النار كلكم أيها الكفار ذواب وأطيار عبيد وأحرى هذا الوحي وليد اللحظة هذا الواليد جاني وليد اللحظة أنا شخصية الآن هذا الواليد اللحظة فالفقهاء سوف يمضيون سنوات كثيرة ما يعني آر واحد يقول هذا حروب مقطعة في القرآن في النار في النار مرتين له الجميع في النار وأن النار راح يكون فيها عبيد أكثر من الناس اللي راح يروحوا لجنة عبيد وأحرار يعني إلا من تابع وإلى الإيمان صار ديف الختاب مثلا بس بس الناس الفقهاء راح يعملوا منها كتب ومجلدات وده اللي حصل في علوم في الإسلام نشأت لفك معضلات القرآن من مثل الناسخ والمنسوخ المبين المبين والمشكال المتشابه والمحكام يعني أبواب يعني علوم القرآن كلها فيها أكثر من ثلوتين فقط لمحاولة فك معضلات القرآن كتب الفقه كلها كلها كتب الفقه تلقى في كل شيء يعني ثمات تفاسير أربع تفاسير خمسة تفاسير وحاولة تفكر مشاكل الحديث النبوي فالحديث النبوي كان مزاج الرسول ويأتي من بعد يحاول أن يلقوا قواعد لتسيير هذا المزاج وهذه مستحيلة طيب شكرا كثير لك أخي معروف وانا بتشكرك على التواصل وانا بتشكرك على التواصل ما فيم تعليق بقولك ما تطول عنه لا 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 أكيد أكيد يعني مرحب بك مهما طال الزمن يعني وانا بتمنى نتواصل كل حلقة يعني شكرا كثير لك أخي معروف شكرا كثير لك أخي معروف الشرف إلي أخوي طيب خلونا نروح ناخد تعليقات اليوتيوب أخي سعيد في في أخ بصراحة أنا حابب التعليق بتاعه هو اسمه أنون بيرسون هم بقول حضرتك أنا ملحد عمري 17 سنة ونصف وأعيش مع أهلي ولم أجهر بإلحادي ويتم إجباري على الصلاة والصيام كذا ومش قادر أجهر وخايف لو قلت لهم أني ملحد تردوني من البيت ومستقبل كله يتدمر ومش عارف وش أعمل ومخي حينفقر لدرجة أني فكرت في الانتحار أتمنى تعطيني أي نصيحة وشكرا أخي سعيد شوف تعطي نصيحة للأخ النون بيرسون يروح المستشار اجتي معي طيب أنا بالنسبة لي ألصحك أخي النون بيرسون أكيد أكيد لا تجهر بإلحادك هذا شيء غير مطلوب حاليا نهائيا وبصراحة لو أنا مكانك سأصلي وأنافق حتى يشتد عودي وأخرج من بيت أهلي ويعني ما ضروري أعرض حياتي للخطر في سبيل أنه أنا في داخلي أفكار مجتمعنا هذا مجتمعنا يحتاج منافقين للأسف الشديد مجتمعنا يصنع منافقين وما نقدر يتساوي شيء أستاذجان أستاذجان ما أحب أعرضك بس أنا لي قلت كلمتين أروح لمستشار اجتماعي المسائل دي معقدة جدا أنا شخصيا يكرهني شخص على دين لمدة أكثر من ثلاث أشهر أقتل نفسي أو أقتله ما في نقاش ده اغتصاب يومي فلذا أنا أنا ما أنصح الأخ هو صغير تلميذ يعني مراهق أنا أعرف ناس كثير تعقدوا في حياتهم حياتهم صارت جحيم لأنهم أمضوا سنوات يمارسون عبادة بالإكرار فدول حياتهم راح تتلخبط فلازم يزور مستشار يعني في المستشفى أو مستشار اجتماعي أو جمعية حقوقية في البلد بتاعه لازم يتكلم الحد إذا حاول بنفسه يلقى حل ما ممكن يلقى حل أنت ابن 17 سنة أنت ما عارف تجارب أنت ما عيش تجارب يعني هو الفكرة الوحيدة اللي يفكر فيها هي الانتحار ودي فكرة سيئة جداً 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 لأن الانتحار ببساطة هزيمة وتخلي المعتدي يعتقد أنه كان على صواب وتخلي الشباب اللي كنت تعرفهم ملحيدين أيضاً يقولوا أن سبب انتحاره إلحاده مو سبب انتحاره إكراه على ممارسة عبادة لا يطيقها يعلموا أنها خرافات لا تتخيل أنت أنت شخص أو بنت متقفة أمك تاخدك الضريح يومياً حتى تصلي لأبو جحيشة أبو جحيشة ده حمار مدفون منذ زمان بعيد والآن تتخيله ولي صالح أنت تعرف أنه حمار أنت تعرف أنه حمار مدفون هناك أنت عندك تاريخ تطبي للخمار حمار فرنسي بثمن لما كنا فيه استعمار الآن الناس كان صاحب الحمار كان يحب حماره أو كلبه وصار يزوره الناس ما عرفت أنه كان يزور فقط حمار كانت تعتقد أنه يزور ولي صالح فرنسي وهو كان فقط حمار فرنسي أو كلب فرنسي والناس الآن تروح الولي الصالح أبو جحيشة الفرنسي لعبادتي لكن أنت تعرف التاريخ والديك ما عرفه التاريخ أنت راح تحمق راح تتخلبط وراح تعمل شي مصيبة حتى ما تعمل مصيبة لازم تتحدث إلى حدا لازم تتحدث إلى حدا من العائلة يتفهمك أو تتحدث إلى أقرانك الملحدين ابحث عنهم في المدينة وتتكلم إليهم لأنهم عندهم نفس المشاكل وممكن تفوج عن نفسك وممكن تلقى حل وممكن تكتشف طرق أو ممكن تروح هذه آخر الحل التالي تروح للمستشار نفسي أو تروح كذا والحل الرابع تروح للبوليس ما في مشكلة إذا فيه أولادك أو والديك يكرهونك على هذا ممكن تروح للبوليس والحل الخامس أنت قاسر ممكن تروح لأقرب سفارة غربية أنا ما عندي طريقة التعامل مع السفارات بس هذا حل أيضاً إذا تروح لبقى سفارة وتقولهم أنا قاسر وأهلي يكرهوني على عبادة وراح أنتحر راح يتعاملوا معاك فإذا أطلب المساعدة ما تتعامل مع الأمر بنفسك أطلب المساعدة هذه الوصية اللي أوصيه بها أكيد أكيد سعيدة أنا بصراحة هو الواضح أنه شخص مصري بمصر الزهاب للبوليس مصيبة ثانية والزهاب لمستشار يعني إذا كان صادق المستشار هذا يعني بتمنى يكونوا صادقين لأنه أغلب المستشارين خصوصاً للعلماء النفس ما يسمون أطباء النفس يعني من واضحين بهالمسألة هاي يعني إذا عرفوك ملحد احتمال أن يأذوك بس فيه شغلة كتير جميلة ذكرت أنه ابحث عن أمثالك وتكلم معهم يعني الفيسبوك حالياً يعج بالملحدين اليوتيوب يعج بالملحدين خليك على تواصل معهم وحاول تشرح فكارك وتحكي تفضفة إلى حد يعني تقدر تتعايش مع موطنك من تجربة الشخصية من تجربة الشخصية لما كنت في جامعة الأدل الإحسان كتير من الإخوان كانوا آباءهم يكرهونهم على عدم يدهاب للجماعة يعني؟ فنحن كنا نعالج المشاكل دي كتيراً فأنت أبوك منعك تحضر فتخيل أن جماعة إسلامية وكنا نبيحوا الكاذب بفتوى من العالم الجالي عبد السلام ياسي ممكن تكتب عليهم ما فيها مشكلة بس الأساس أنك لازم تلتقي بأمثالك وتجلس معهم أسبوعياً مرة في الشهر مرة على الأقل ليه؟ لأنه ما هي مجرد فقط لأخذ الرأي والاستشارة بل أن جلوس مع أمثالك نفس أفكارك يخليك تسترخي ما تعود متوتر أكثر من اللازم الاسترخاء مهم لما تسترخي ما عاد تفكر في الانتحار تحب الحياة يخلوك تحب الحياة ويخلوك تقتنع بما أنت عليه ولما تسترخي تصبح مرن ممكن تحضر مع أمك في المسجد وتحذق في المسجد بالضبط هذا قصدي هذا قصدي أنه يتواصل معه وعلى فكرة الأخ أنا بكرة اليوم سجلت حلقة ردود على تعليقات المسلمين وبكرة الصبح رح نزل الحلقة ومن ظن أنت أخي أنهم في تعليق كامل أنت معلق وأنا رادد على التعليق ويعني بتمنى تسمع الحلقة كمان طيب خلينا نروح لتعليق آخر أخي قبل ما نقفل الحلقة يعني بصراحة طولنا شوي على الأخوة المشاهدين في كاهنة كاهنة تقول كيف ثورة الإسلام لم تكن كثورة بوذا وقد كسحت بأي ثورة الإسلام نصف حضارات العالم القديم في مدة وجيزة أقل من مئة عام فتوحات الدولة الأموية يعني يا قصدة حتى أنها كانت أشبه بالمعجزة من ناس أعراب لا يمتلكون أي مقونات حضارية أو حربية بخلاف الثورة البوذية التي كانت أقرب لمجرد تعاليم إصلاحية سلمية صدر صدر هذا قصدي ثورة البوذية كانت ثورة أفكار يعني غير في المفاهين الناس الآن مقتنعين بالسلم مقتنعين بأمور بس الثورة الإسلامية فقط أخذت أسوأ ما في العرب أسوأ ما في العرب لم تأخذ منهم أجمال ما كان فيهم بل أخذت أسوأ ما كان فيهم وأعطتها مبرر إيماني مبرر ديني فصاروا قوة ممكن أن نقارنها بهولاكو ممكن أن نقارنها به جنكيس خان وربما نلقى أن الجنكيس كان أرحم من المسلمين فأنت لما تأخذ أسوأ ما في قوم وهو حب النساء وحب المال وحب التسلط على الآخرين وتقولهم رب يعطيكم الجنة على هذا أنت راح تأخذ أقوى جيش في العالم يعني وأقبح جيش في العالم إحنا المسلمين ما أنشأوا حضارة تدعو دائما عندنا هذا الكتاب لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ يا غبي أنت جواب عندك في السؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ ليه ما قلت لماذا تأخر اليابانيون وتقدم غيرهم؟ ليه ما قلت لماذا تأخر الأوروبيون وتقدم غيرهم؟ ليه ما قلت لماذا تأخر الأمريكيون؟ أنت قلت لماذا لم تقل لماذا تأخر المسيحيون وتقدم غيرهم؟ لا يستقيم لا يستقيم إلا مع المسلمين لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ لأنهم مسلمون يا غبي بالضبط طيب سؤال أخير رح نأخذ من التعليقات علي عبد الله عم قول عندي سؤال لك ما هي حقوق الناس في الشرق الأوسط وهل سوف تأخذ الناس حقوقها في الشرق الأوسط أم لا لم أفهم السؤال جيدا هو بصراحة الأخ علي عبد الله يعني هو تعبني كثير بكتابته يكتب السؤال وينسخه عدة مرات وبصراحة كتابه شوي ينقص حروف هو قصده بالسؤال في الشرق الأوسط هل ستكون علمانية في النهاية ولا لا؟ هذا اللي فهمتم السؤال ستكون علمانية أوسطا ضاثر ممكن مثلا بعد عشر سنين لا يعود هناك شرق أوسط أصلا لأن أصلا أحيانا الإنسان لا يفقي في متغيرات أخرى عندنا تغير المناخ الشرق أوسط لن يصبح صارحا لسكن بعد خمسين سنة والمسلمون سيكونون ضيوفا على بلدان أوروبا وأمريكا وبلدان آسيا في هذه الحالة لما المسلمين راح يكونوا في بلدان أخرى والآن الشرق الأوسط مليء بالهنود فممكن في المستقبل يكون حاكم السعودية هندي نعم ممكن يكون حاكم الهنود الآن أكتر من المسلمين في السعودية ففيه متغيرات كثيرة الحروب الحروب تسرر هذه المتغيرات فإحنا ما ممكن نعرف عن المستقبل كيف راح يكون بس أي مكان فيه مسلمين الآن أي مكان يستقبل المسلمين راح تكون فيه فوضى وحروب أهلية في المستقبل في الأخير ينتصر المسلمين في مكاء أماكن وراح ينتصر الغرب في أماكن أخرى بس في الأخير في الأخير يعني بعد مئة سنة تمانين سنة مئة وخمسون سنة سينضطر الإسلام التقليدي ببساطة لأن الناس ستكتشف أن الإسلام التقليدي مجرد خرافات وأساطير وسيكون هناك إسلام جديد مثل الإسلام مثل المسيحية الآن إسلام لا يتدخل في السياسة ولا يؤمن بحاكمية الله على المشر ولا يؤمن بالحق في قتل الآخرين والمسلمين الذين سيكونون يؤمنون بهذه الحقوق في الأخير سيتم تصنيفهم كمردان السيليين مثل المتطرفين الذين يقيمون الآن في أمريكا أو في أماكن أخرى يعني في المستقبل المسلمون الذين يؤمنون بقتل الآخرين سينظر إليهم مثل اليمين الفرنسي كما ينظر إلى اليمين الفرنسي أو كما يؤثر إلى النازجة في ألمانيا بالضبط أخي سعيد بالضبط وأنا يعني خالفك الرأيي أنه مئة سنة أو تمانين سنة أنا لا أعتقد أنه ستطول إلا بضعة يعني عقود ما أظن يعني أكثر من بضعة عقود طيب أخي سعيد نحنا وصلنا لنهاية الحلقة كلمة أخيرة تحب تقول للمؤمنين وللملحدين على حد سوى لا تصدقين مختطفين لا تصدق المختطفين وكيف تقنع أنه مختطف أصلا يعني كلنا مختطف تمام تمام يعني شك بما بين يديك مهما كان الإيمان ليس فضيلة والشك ليس رذيلا الإيمان ليس فضيلة مطلقة والشك ليس رذيلا ويعني استخدم دماغك حتى تعرف رأسك هل أنت من المختطفين أم من المختطفين أم أنك في المكان الخطأ أم أنك في المكان الصحيح المهم فكر فكر فقط تكون من المختطفين لقد أمضيت عشرين سنة من المختطفين وأنا لا أعلم من المختطفين وفي نفس المختطفين ولهذا أسميها بالخدعة الكاميرة إنها خدعة كاميرة أنت تخدع الناس ولا تدري أنك أيضا مخدوع صحيح صحيح وبصراحة أنا وحييك على الأفكار وأنا بحبي يعني مثل ما قال الأخ سعيد يعني حتى إذا كنت أنت ملحل تشكوا بأفكارك يعني شكوا بأفكاركم يا جماعة شكوا شكوا خلي يكون عندكم مبدأ الشك هذا مبدأ النقد لأفكار الإنسان يعني اليوم حتى إن كنت ملحد ومتيقن أنه أنت ملحد بس كل فترة وفترة راجع أفكارك ليكون في شيء غلط هون شيء غلط هون يعني حتى يصير التطور يعني ما رح يصير التطور بدون الشك والنقد أنا ممكن أعطيه يعني الكلمة أخيرة هي من وحي اللحظة فضل من وحي اللحظة يحب مشاطرتها مع الأصدقاء وهي ما دمت تشكوا فأنت لا تزال حيا أنا أشكوا إذن أنا لا أزال حيا ذاك المسألة تعديل إذن أنا موجود أنا أشكوا إذن أنا لا أزال حيا بالضبط بالضبط والإنسان الناقد هو اللي بيغير الواقع يعني غير غير النقد ما بيغير الواقع إذا تمنا كل هاتنا على أفكار السلف ما كان حكينا مع بعض هلا بوسائل التواصل الاجتماعي هاي السهلة والرائعة يعني بصراحة أخي سعيد أنا بتشكرك كثير على هالحلقة الممتعة بصراحة تظنها وأكيد إن حلقات قادمة في مجموعة خرافات ممكن نطرحها معك أخي سعيد بكل سرور أنا أشكرك جيدا أستاذ جان وأشكر جميع المتتبعين للمتابعة والاهتمام وأتمنى ما كن خيب ظنهم أتمنى يكونوا سعوا أشياء جديدة وأشكرك بالخصوص على هالفرصة الكبيرة لما نحني أقدرها كثيرا حبيبي سعيد حبيبي سعيد وأنا بتشكرك لقبولك دعوتنا وبصراحة يعني أنا كثير سعيد بوجودك يعني بهالأفكار الرائعة هاي النقدية اللي يعني عم تعطيها وأنت إليك بصراحة يعني قالك سعيد إليك يعني مثل الإنسان الموهوب يعني فيه فيه لمسة خاصة فيك يعني كله من الله كله من الله نعمة من الله نعمة من الله حبيبي سعيد حبيبي سعيد أكيد لقاء قريب أصدقائي طبعا بكرة في عنا حلقة أنا رح نزل حلقة مسجلة صبح الحلقة الثالثة من الردود على تعليقات المسلمين وفي حلقة الساعة بنفس التوقيت ساعة 8 بتوقيت لندن مع الأخ ديفيد رجل الكهف والأخت سارة عن تأثير الإسلام على حرية المرأة ياريت تموا معنا ونشوفكن بكرة وإلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا أخي سعيد شكرا حبيبي حبيبي تصبع على خير أصدقائي تصبع على خير إلى اللقاء أصدقائي في حلقة قادمة إلى اللقاء شكرا